الحمد لله رب العالمين ناصر المؤمنين ومهدنا الكفرة والظلمة بعدها فجأة بعدها الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان يهدنا على الظالمين واشهدنا لنا هذا الله واحده واحده لا شريك له له الملك ولا نهم يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قديم واشهدنا سيدنا وحببنا وطافدنا ومجاهدنا محمد والسلطان والأحقب الهداء والنعمة المزداء والسراج النير الله صل والسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد تقول الحرب سبحانه وبعالا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره لقبير الذين الذين يقاتلون من ديارهم بغير حق إلا أن يدولوا ربنا الله الله فيقول الحبيب مصطفى محمد مصطفى وعلى الله ألا إن نصر مع الصبر ألا إن نصر مع الصبر ويقول الشاعر يا صاحب الهدين إن هم ممتين أبشر أبشر بخيره فإن الفائد الله أن يأس يقطع رحيانا بصاحبه لا كي أسنم فإن الجافي الله نعم لا لي أسنم فإن الجافي الله سوف يكون خطبتنا لذلك موعة إن شاء الله تعالى عن ذكرى النكبة نعم ذكرى النكبة أمتنا لا تعتبر بها سنة نكبة واكسب نكسب يجب عليكم إذا أراد من نمهر أن تطع يدها على الجرح أن تشخص فلا أن تقول بسينا بسينا كذا وكذا ويجبع لنا أن نعمل كذا وكذا أن تبعونا لنا هنا فالهم الذين لا تعتبر بالأزلان لن نصر المستقبل كما أما يحقصوا بأنهم كعاداتها تجبر قد بجننا قضيع الصراع مننا وضيع المنا الآن المذكورة أجنى للذين يقادلون بأنهم قريبون وإن الله على مصرهم لقدير الذي نفره في ديامهم بغير الأرض إلا أن يقولوا ربنا الله أخرجوا بسبب عقيدتهم وإيمانهم لذلك الآية التي سبقت هذه الآية وهي من سورة الحق يقول الحق سبحانه وتعالى إن الله يدافعه عن أن يؤمنوا إن الله لا يحب كل فوق ومن جفور وطبيعة الصراع بين وبين المنا ليس صراع على أرض إن إنما أقول صراعا ديدي صراعا على عقيدة الموجود فإن إيمان وبين كفر بين مسلمين ومين يهودي بذلك في آهل السمام يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبط في الحجر والشجر فيقول لا يا أفلسطيني لا يا أفلسطيني لا يا عربي لا إنما يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي مسلم يهودي وراء يهودي تعالى وراء يهودي إذن هذه تكشف لنا ضع الصراع بيننا ومينا أن الصراع هو صراع الإنين وليس صراع على أرض الوقت كمانا هذه آية من سورة الحج تبين أن المغضورها لا يهودي والمغضورها لا يرضاه الله مدنة للذين يؤمنون بها وإن الله وإن الله على مصيرنا قدير الذي يطرأ الفريح جدا الظلم لا يبود في مرض الإسلام لا على الأرض فلسطين ولا على أيها نعم ترى التقليل أبو عاصم مئات السعوان خطنا خطنات آمله في معركة ينبو الصريقيون أكثر من تسعين سنة خطنات آملهم في معركة مخطي التطار وما فعل التطار خطنات آمله في عين جانيون نبيون خطنات آمله على أسوار حكا الضلم لا يبقوا على من المصطين هكذا يقولنا التاريخ وهكذا يقولنا ربنا أخذنا للذين يقاتلنا بأنهم ظلموا فضل غرماتك ومخياتك لكن الآلة الآلة تبيننا جزء من أسفاد النصر والجزء من أراضينا عشر ثمان وارمعين عام لكن هل الأمر يوم تستهلك المصر حتى تتحرر أرضها أسباب المصر كثيرا من تجدى أحدها براسها معنوريات عامية معادة بفكون القدام والآية ترسك هذه الأسباب إن الله يجاك عن من إن الله يجاك عن اللذين آمنوا إن الله يجب كل خوفان كفور من أسباب مصر الإيمان الأخيرة الراسقة وقد أحدثتوا في القبة الفائدة وأنا أتناول الكبوسة والعبر بإذنان إسرائيل والنعراج وذكرت أن من دون المعاركة التي مهندت لتحليل المسرع السمي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم معركة اليرموج مئتان وارعين ألف رمي أمان أربعين ألف مصر موحد ترى كيف يتجرع خلقه مرارة الأزيمة أربعين ألف وهم مئتان واربعين ألف أنهم عادلة وألوك فروازهم لكنه الإيمان الذي يصنع المعجزاء وقف هرقة البياء قادته جمعهم قاد عاد عدوكم قزبتم أن أمامهم هل هم بشرة أجيبون بشرة أجيبون سكت القادم جميعا إلا واحد قال أسمع لي سيدي أن أجيب بشرة قال أجيب قال سيدي إنهم بشرة لكنهم ليسوا كالبشرة والزيرة وكيف يتجرع قال يا سيدي يقومون الليل ويصومون اللحاء أما ليل فلا نصومنا نصغي يا سيدي يا سيدي لا يبين الفوايج ولا يبينها يا سيدي لا يشربون الظنرة ولا يمشروها يا سيدي يحملون علينا فيصدقون ويصبرون ونحمل عليهم فلا نصغر ولا نصبر يا سيدي لا يمحب منهم إلا ويكملنا أن يكون قبل صاحبه ولا يمحب مننا إلا ويكملنا أن يكون صاحبه قبله تقليل عصر يمين أسباب أن نصروا أسباب النزل فلا كان من هراض إلا أقار والله يا إن كان كما قلت لأن يكون موضع قد مياتين في عمل أي أشرب يودع هراضي سوريا ويكون سلام يا سوريا لن نعلم بعملها هذا ما بالقصر انظروا إلى فاتح القرص عمر علمت فأمنت فأمنت انظروا إلى محاكرها صلاح الدين الأيوبي الذي كانت تفضل الخير عندما كانت معاك فإذا وجد أهدف دائمون قبل هنا تلقي هسان وإذا وجد أهدف يطيبون الليلة ويطرقون القرآن قال محمد الله ولكن عليه وقال بالإهدام يد المصر نعم موسى عليه السلام فاتح يوم جمارة الأسب وقص طيبا في خومه قال سيأتي السماء تتصمون فيها على عدوهم لكن ليس بصراحكم إنما بفسادعا لكم يا الله يا الله اسفق المصر عندما تتحفظ في مجتمعنا في بلادنا في أرضنا فلن يطف قمامنا أي عدو سوف تعودنا أرضنا وكرامتنا ومجهنا وعسدنا كدسنا وقصنا سوف تعود لكن بعد أن نحقق في اسباب القصر في قلوب وفي أخذته وفي عقوله هذا الجيل 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 الذي يجب عليه أن نتربى على مائدة القرآن وأن يهدئ بهذه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أي والآباء بسمنا والله عن هذا الجيل يطف حقنا في بيته كيف يربي أبناء هل يربي أبناءه ويعتني بهم كما كان السرط والصالح يفعلون أم أن الأباء اليوم لا يرحبنا إلى برمية أبنائهم نحن المسؤولون ما ممارع سوجل من يأتي دولته إلى المسجد دفاع صلاة الفتر هو يحقق في قلب ابنه سبب الرصم نعم من يرحب ولده بمركس الأحبير القرآن الكريم هو من يعمل جاهداً لتحليل المسجد والرصام من يربي ولده على نائدة القرآن حتى يتخرج من جادعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من يعلم هذا الجيل لتحليل مصر رسولي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كفاناً 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 وصرافاً وعقيداً وقل اعمالي فسير الله عملكم ورسله والمميون حاجل عملاً حاجل عملاً وعنرسل عملاً وحبة الصف دعوة إلى وحبة الصف الأمة الإسلامية اليوم مضاربة إلى وحبة الصف يؤمن خالد وأنا من تكر المسلم نفس الأخار يقول الله أكبر بسم الله أيه أكبر وأيه بسم الله عندما تنهى الأخار وأنتك أعتقد أنك تتطرد من الله لي أعرف إن وحدة الصف وحدة كلمة دانوا الذين أعملوا لما تقولون ما لا تفعلوا جامعة من عند الله يطاطلون في سبيل صفات كأنهم بنيان المرسل صراحة من الأيومي خار ستة سبعين معدة نصفها الداخلين أنا مراكة سبين وأنا نصف النافع سانجين العدور سانجين يجب علينا أنه واحدة سبين فدى يلطل تصرونها مشددة مشددة العالم الإسلاميليون مشددة مشددة هذا يقصد هذا وهذا يطبح وهذا يطلب هذا وهذا يسبب هذا وهذا يسبب هذا وهذا يسبب ساعة هذا أيها أمرا وأيها حادا ما صلى اليه المسلم من اليوم الغد الغد ينتحل في اتحاب عسكري بنياته اتحاب سياسي في اتحاب الأوروبي اتحاب مفتصال بسرعة الأوروبية المشاركة ونهده ونحن نحصد الله ونهده حصد الله ونهده ونهده إذا أردنا أن ترجع إلى أرضنا أن ترجع إلى أرضنا يجب علينا أيها الإخبار أن نطبقاتك بالله عسى وجل وأننا تتذكر آياته أذكر عندما فتح صلاح الدين العلمبي الذي كان مقرسون القدس وكّل القاضي محيي الدين خطيما وقف بعد تسعين عاما تسعين عاما تطروا مصرار الجمعة وخطبة الجمعة في المسجد مصر المبارك وقف أمام صاحبين وأمام الجن وأمام المشاهدين وقف يغنى تذكرهم بفضل بيت الماركس والمسجد الأفصل المبارك تذكرهم ببولة قبلتين ثم خاطفة صلاح الدين قال جددتم 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 للأيام الخالسية وللوضعات اليموكية وللوماك الخالدية نعم تذكرهم بأيام الله النصر عندما كانوا وحدا واحدا عندما كان المحرك كلا الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ادقوا الله واكتبوا شرعا فإن المصر مع الصبر إن المصر مع الصبر وصلت الحبيب صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم قال عدموا أولادكم على ثلاثة فصار حب أبيلهم وحب أهل البيتين وقبارة القرآن أبوه بيهانا والسقر الله بيهانا وقبارة القرآن يَا مُرِيمَ التعواتِ يا مُرِيمَ التعواتِ يا مُرِيمَ التعواتِ فَالرِجْنُ مُبَ الْمُسْلِمِينَ لِنَا نُحِبُهُ وَطَرْضَهُ يَا اللَّهُ الطبيب وَأَلْمُهُ الطبيب وََعَكُمْ مُرِيمَ التعواتِ وَأَلُمُهُ وَطَرْضَهُ طَرْضَهُ وَالسَّلِمُهُ وَأَنْ Pleiadِمُهُ وَالُمْسَلِي مُسْلِينَ سِيِّنَاً وعلى أبيه المصدر والتابعين أيها الأخبار في الورد كثير من الناس يأتي اليوم يسأل حاول ما يعلم من الطلاق ماذا يقول قلت لزوجتي أنتقال وعلى مدفع صنع وذلك يقول قلت لزوجتي علي الطلاق وآخر يقول قلت لزوجتي إذا خرجت إلى البيت أو إذا أبت إلى أهدك فأنت ضارك فالطلاق يعرف أن الحن لإخراج تضارك يمين وأن توجع الزوجة لبيتها لا لا هذا جناب ليس صحيح الله سيكون أن تتجه إلى الجهة المفتصة للسمالح والطلاق وهي ضارك الإفتام فنأجي الثاني أريد لي أن أسأل أحاق داوم الله كلام أسأله ربما أطلق الإحدة أو مدزم الصباح فأجعله لا جعي أسأله من حكم الشعب لا يجوز لا يجوز من النحن الشرعية ولو العلماء بإختصار طالب الفضل الطلاق ثلاثي طلاق المصريح أنت طالب إجمعوا العلماء بل إجمعوا العلماء أن النحن الصريح يقع إذا كان في حالة عصبية وصاحة أولادة مباشرة فإذا كان في حالة عصبية هدى ربما في بعض الأحيان إلى الإذباء لا يعرف ولا يعي ما يقول لا يعرف لا يعرف ولا يعي ما يقول فعند إذا يضع على الله حتى ولو كان صريح لكن بالعجلة إن شاء المفتصة من الفضاء كما أيضا طلاق الجناية ومن أطلقه عليم الله الطلاق لا يضع على رجل حتى أكون عليم الله إنما المخصوب به عليم أن نطلق زوجته فهذا رفض القناة ففي أفواظ القناة تهد العلماء والفضاء إلى وجوع إلى نيته المطلق فإذا كانت نيته تهديد وعيد فعند إذا كانت تنفان والله العظيم هاتفا قال تنفرش كفاركين وإذا كانت نيته الطلاق وصفيتها من المحكم الشرعية خبر لإطاع قرطة وعند إذن محسن قرطة فإذا رفض القناة في عدتها قال لها رجعتك إلى أسنق هولو عشر تلك الليلة المعاشر السوجية رجعت إلى أسنق وهذا النص الأخير وهو النص الطلاق المشروب إذا فرشتك من التطار إذا فعادك من التطار إذا فصلتك من التطار إذا فصلتك من التطار الفاضي عند شكور المقاور العمان إذا حدث ما حذر السوج سوجته منه في الطلاق المشروب فعند إذا فعل المحكور وقع الطلاق إلا شكل إسلام من تنين وتنينه من طيب قال 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 لا دع الطلاق المشروب إلا بالوجوع إلا ميه المطلب فإذا كنت نيط الخار أو المطلب إيطاع فرق إذا فعل إذا فعل بذلك المحنوذ ببعط دلط ليتحدث عرف غير معها وكأن توقع والله العظيم بإذاً هناك بإنه فعند إذن يخرج وفارد يمين والله أعلم صلى الله عليه وسلم أن يمكننا أن توقفنا في نوع المنشاطين من النار ربنا لا تزنقل ولا بعد ذلك لتنم ربنا لا تزنقل ولا بعد ذلك لتنم وهدنا لن كنت رحمك إنك لأدت الوهاب ربنا لا تزنقل على نسر كما ننفر على الذين من طبنا ربنا لا أحمد الله هذا ونقتنا به وعفو عنا واضفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على جنب الجنفرين الله منك عفو جميل وحب العفو فاعفو عنا الله تجعل قرار العظيم ورد عفو بنا ونوم رسلنا وجلال خلالنا وتهالى أحزابنا يا أرحم الراحمين يا الله الله ما رحم شهدانا الله ما رحم شهدانا الله ما رحم كبيرا سوانا الله ما رحم كبيرا سوانا اللهم إلا معموكم بجرع العفو جهدانا ومن عفو جهدانا ومن فنة المحيا والباة ومن فنة المسيح الجهدانا عباد الله الله limiting 아무 م restsاد themselves من فهم ومن فنعلم ما رحمه لأنها أoftوك بجرع العائمة غلى المكرم وتدارل الم موسيقى الرجال